يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم سكان المجرة أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم زي ما وعدناكم في الحلقة الماضية أن الحلقة دي هتكون مهمة جدا جدا لما حد يقولك أنك مش هتقدر توصل لهدفك قل له فعلا وصولي لهدفي ممكن يكون صعب لكن مش مستحيل قول لنفسك وللدنيا كلها أنك تقدر تتحقق هدفك معادلة النجاح سهلة جدا وهي صبر وسعي وإخلاص لله عز وجل صدق نفسك واصنع حلمك معانا النهاردة نموذج لسيدة عظيمة قدرت أنها تنجح في مجالها وتحقق نجاح كبير جدا على الرغم من أن تخصص النساء والتوليد من التخصصات الصعبة إلا أنها أصبحت من أهم أطباء النساء والتوليد في مصر معانا النهاردة أستاذ دكتور أميرة بدوي أستاذ مساعد النساء والتوليد وعلاج العقم كلية ألطب جامعة الإسكندرية واستشاري الأورام النسائية والمناظير المتقدمة أهلا بحضرتك دكتور أهلا يا آية شكرا جدا على كلام الحلول دكتور أميرة لفت نظري أثناء الأعداد للحلقة تخصص حضرتك يعني إحنا عارفين أن النساء والتوليد بيكون دايما ولادات عقم متأخر الجاب لكن الأورام النسائية دي كانت حاجة جديدة هي تخصص الأورام النسائية ما هوش حاجة جديدة بشكل عام يعني في العالم كله في حاجة اسمها تخصص أورام نسائية بس الحقيقة في مصر بالذات كان التخصص دوت مهدوم حقه ما كانش باين معظم حالات الأورام النسائية كان اللي بيشتغلوها يا إما دكاترة النساء اللي هم بيشتغلوا كل جراحات النساء أو أحيانا الدكاترة الجراحة العامة اللي متخصصين في جراحات الأورام لكن كان يعني يتخصص صعب شوي هو صعب الحقيقة يعني أنت عارف أي حاجة ليه علاقة بالأورام بتعتبر حاجة صعبة محتاجة دقة محتاجة مهارة معينة ويمكن ده يعني كان حافز لي وحاجة شجعتني أن أنا أخوض المجال دوت بالذات طيب ممكن حضرتك تعرفينها إيه هو طبيعة المجال أو طبيعة التخصص تمام تمام هو الأورام النسائية بشكل خاص هي معناها أن إحنا بنتعامل مع الأورام اللي موجودة في الجهاز التنسولي للمرأة سواء الأورام دي كانت حميدة زي مثلا ما بنسمع الأورام اللي فيها أو أكياس المبيض وممكن الأورام دي تكون أورام سرطانية سواء بقا كان سرطان في عنق الرحم أو الرحم أو المبايد أو أي شيء يخص جهاز التنسولي للمرأة طيب ده بيكون من ضمنها الكيماوي أو الإشعال؟ مع الجراحات يعني أنا دكتورة جراحة أمراض نسا وتوليد المفروض أن أنا وظيفتي بتبتدي من أول التشخيص للمرض من أول مثلا وقاية في بعض الأحيان الكشف المبكر عن الأورام وفي نفس الوقت بندخل في النحية العلاجية الجراحية لكن طبعا طبعا لازم حيكون في بيننا وبين ده كثرة العلاج الإشاعي والتيماوي هما طبعا تخصص مختلف عننا بس في بيننا تواصل دائم وتعاون ما ينفعش أن احنا كل واحد يشتغل لوحده طيب المجال ده صعب يعني بما أن حضرتك سيدة إلا خليك تختاري تخصص صعب زي ده خاصة أنه هو بتعرض مع طبيعة الأنسة لأنه فيه جراحة وفيه أورام يعني مجال صعب ليه حضرتك اخترت فيه طيب بصي حقولك حاجة أنا من بداية من صغري مثلا وأنا حتى في الكلية كنت بحب حاجة اسمها جراحة وإحنا في الكلية بشكل عام تلاقي دايما الدكاترة بينقسموا النصين نص يحب الأمراض البطنية والجلدية الحاجات اللي فيها التفكير وكل حاجة بس ما فيها شغل يدوي كتير وفيه نص تاني أو قسم تاني بحبوا الحاجات اللي فيها مهارات يدوية أو بنسميها manual skills يعني فأنا كنت من الطائفة دي الناس اللي بيحبوا الشغل اليدوي وعلشان كده حتى من أيام الكلية كنت يعني بعشق مذاكرة الجراحة ببقى دايما تلاقيني مثلا أدور على أي حاجة فيها مثلا كلام عن الجراحة حاجة حديثة فمجال الجراحة في حد ذاته ده أنا بحبه كجراحة حتت بقى الأورام نفسها الأورام بصي يعني أنا لما ابتدت المجال دوت يمكن من 15 سنة كان تقريبا مفهوش سيدات خالص فكت حاسة أن أنا وجودي كسيدة في المجال ده ده بالنسبة لي كان دافع وكان تحدي أن أنا ممكن أثبت وجودي وخصوصا أن أنا بطبيعتي بحب الجراحات فلما تبقى جراحة وفي حاجة صعبة وفي مجال صعب كنت حاسة أن أنا حتميز بي يعني حسيت أن دوت حاجة حترضي طموحاتي وحقدر زي ما يقولوا إيه يعني أبدع فيها أو أدي فيها كتير فده اللي خلاني يعني أخوض المجال دوت بقوة طيب خلينا نمشي خطوة خطوة ويعني خلينا حضرتك كده تعرفيننا إزاي دخلت المجال ده أصلي طيب لو قلنا يعني الموضوع ابتدى من بعد الماجستير يعني أنا ماجستير سنة 2000 بعد الماجستير بيبقى فيه مرحلة معيد ومدرس مساعد وبنبتدي نحضر رسالة الدكتوراه هنا كان اختيار رسالة الدكتوراه بيني وبين الأسات الزبطوعي ربنا يكرمهم يعني كان يخص الأورام والمناظير في نفس الوقت يعني الدكتوراه بتاعت حضرتك كانت عن الأورام آه كانت يعني الرسالة كانت الحياة موضوعها جميل جدا بتخص حاجة اسمها إن احنا نستخدم المنزار في علاج الأورام اللي فيها عن طريق إن احنا نعمل حاجة اسمها إغلاق للشريان الرحمي ونقارن الكلام ده كله بحاجة اسمها أشعة تدخلية يعني هي حاجة معلش بس هي كانت جديدة من نوعها وفيها جانب عملي كتير ودي كانت مشجعة بالنسبة لي فلما ربنا يعني الحمد لله يعني أتم موضوع الدكتوراه بنجاح أنا حسيت إن المجال ده يعني عجبني قوي دخل دماغي وحسيت إن أنا زي ما قلت لك ممكن ندي فيه كتير فابتديت حتى أثناء رسالة الدكتوراه وأثناء ما كنت بدرس للدكتوراه كنت بقى يعني ابتديت يعني أرتبط بكل دكاترة الأورام اللي عندنا وأحاول إن أنا أقف معهم في العمليات بتاعتهم أساعدهم أشوفهم أقرأ بقى إيه الحاجات الجديدة اللي في مجال الأورام أحاول إن أنا أخذ كورسات أحاول أتدرب على حاجات جديدة يعني حاولت إن أنا أعلي مهاراتي في الجزئية دي بقدر الإمكان يعني حضرتي كنت بتدريس الحاجات دي بمزاج وحب يعني كنت حابة أصلا لا كنت جاي على هوية الحقيقة جدا جدا بصراحة يعني أيو شوية شوية بقيت يعني اسمه مميز يعني إزاي بقيت اسمه مميز كده في المجال بصي حقولك حاجة هو يعني الواحد بيبتدي الأول يعني لازم يبقى فيه طبعا دراسة ومسابرة واجتهاد الموضوع ما بيجيش ببساطة كده أو بسلاسة يعني في الأول زي ما قلت لك أنا كنت بحاول إن أنا دايما أشوف مثلا فيه مؤتمرات أروح للمؤتمر سواء جوة مصر أو بره مصر حتى لو فيه مثلا مجهود في أي حاجة جديدة الدراسات جديدة بتطلع فكل دوة تخلى الواحد مستوى يعلى شوية شوية طيب يعني كل طريق نجاح بيبقى فيه مصائب الكلام ده صح حصل إيه بقى مع حضرتك يعني ممكن تحكي لنا المصائب وزي اللي انت قدرت تتغلبي عليها شوفي مبدئيا يعني أي حد بيدور على إنه هو ينجح في مجال معين أيا كان سواء طب أو غيره لازم هيبقى فيه عوائق تقابله وإحنا دايما بنكلم على الحاجة كده اسمها حزب أعداء النجاح ده بيعدي علينا كلنا طبعا فالحقيقة يعني ما نكرش إن أنا في مرحلة من المراحل كان فيه ناس بتعطلني بشكل يعني إيه سواء بالكلام بالإحباط لأ مش حيبقى كذا مش حينفع كذا وفيه ناس كان بتعطل بشكل عملي كانوا بيوقفوا لي شغل معين فيعني الواحد قابل أمثلة كتير جدا من النوعية دي الحياة في بدايته أخطتيها ازاي طبعا يعني ربنا أول حاجة طبعا فضل ربنا إنه هو بيدي للواحد الصبر والثقة بالنفس والقوة وتاني حاجة مهمة جدا جدا هي دعم الناس اللي حواليكي يعني طبعا الدور الحمد لله يعني قام بيه والدي والدتي في تشجيعي ودفعي للأمام ربنا خليهم ليه يعني كان دور عظيم جدا وجد بعد كده مرحلة الزواج بقى فجوزي طبعا كان مشجع جدا جدا إحنا مجالنا صعب طبيعة الحياة مجال النساء أساسا صعب جدا ويعني صعب قوي إنه هو من ناحية الأسرية بتحس إنه هو بيلغبط البيت لكن لما يبقى معاك زوج مشجع وبالعكس يبقى دافع بالنسبالك دي بتبقى حاجة حلوة وفي المرحلة بقى الأخيرة أولادي لما كبروا ربنا برضو يديهم الصحة بقوا برضو داعمين لي يعني أحس إنه مثلا لما يبقى فيه مشكلة وإنتي عارفة الحرب الحد دلوقتي ما زالت مستمرة فيه ناس ساعات مثلا طلع عليك إشاعات فيه ناس تقول عليك كلام مش كويس فلما بتلاقي إنه فيه دعم من أسري كويس يعني أنا ساعات بقعد بني وبالنفسي بقول الحمد لله إن ربنا رزقني أسرة زي كده فطبعا دي حاجة ممتازة جدا بتخلي الواحد يعني يعدي أي عائق ويتغلب على أي إحباط والحاجة الجميلة كمان إن فيه زملاء كتير برضو في المهنة بيبقوا داعمين وأساد زي يعني زي ما فيه ناس بتحبط وناس بتعطل فيه ناس كتير جدا بتدعم وتشجع وبتزقل قدام طب التحدي دا كان علشان حضرتك واحدة ست ولا لمجرد إن الناس بتحارب أي شخص ناجح أو عايزي بقى مميز يعني لتنين لتنين طبعا يعني إحنا قلنا من الأول إن فيه حاجة سمحس بقعداء النجاح بس كون إن أنا سيدة يعني إحنا لا ننكر إن الموضوع دوت بيعمل حساسية عند بعض الناس ويعني أنا أتذكر من بداياتي حتى من قبل ما أدخل مجال الأورام من بدايات التحاقب مجال النساء كان فيه ناس بتقول يعني بعض الناس لا أنت مش هتوصلي للمكان دوت إلا زي ما يقولوا لما تشوفي حلمة ودنك لا أنت مش آه يعني أنسي إنك أنت تدخلي المجال الفلاني الفلاني لمجرد إن أنا بتحارب يعني وسط زملائي إحنا مثلا أربعة عشرة الست اللي فيهم أو الأنسة اللي فيهم هي اللي بيبقى في عليها ضغوط جامعة جدا لأنها مجرد إنها سيدة فكان بيبقى مرفوض نجاح السيدات طيب لو حبنا نلخص مفاتيح النجاح للفتيات تقول له مين يعني الفتيات الفتيات اللي عايزة طيب هقولك حاجة بصي هو يعني أكتر حاجة سيئة ممكن تصيب الإنسان هو الإحباط من الكلام من الضغوطات اللي حواليكي فرقم واحد في النجاح هو الثقة بالنفس يعني لازم لازم أي واحدة عايزة تدخل أي مجال لازم تبقى واثقة في نفسها يعني أنت بسم الله ما شاء الله يعني مزيع متميزة أكيد برضو بيبقى عندك كم كبير جدا من الثقة بالنفس أيها طرح وإحنا بالنسبة لشغلتنا اللي بيخلي الواحد عنده ثقة في نفسه أكتر هو أن أنت بتحسي يعني أنا بالنسبة لي يعني شايفة أنه هو أن أنت بتراعي ربنا في كل كبيرة وكل صغيرة مجال الطب بشكل عام ممكن يبقى فيه أخطاء ممكن يبقى فيه مشاكل فالحاجات ديت إذا كانش ربنا هيقف جنبكيها خلاص ممكن تلقي حياتك المهنية خدت منحة آخر فيعني أنا عندي دايما قناعة وإيمان قوي جدا جدا أن طول ما الواحد بيرعي ربنا بقدر الإمكان في كل كبيرة وصغيرة ربنا أكيد هيقف جنبي ومش هيغزلني فيعني دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم أي فتاة تحطها في دماغها لازم تسق في نفسها جدا ولازم أي نجاح لازم يبقى فيه معاه اجتهاد شغل تعب صهر مصابرة فما ينفعش أن أنا أشوف مثلا نموذج قدامي مثلا وأقول والله أنا عايز أبقى زي الناموذج الفلاني وأنا مش حبز الحاجة مش حتى عطى حاجة طب بالنسبة للطبيبات بقى الحديثات اللي شايفين أستاذة أميرة نسال جميل للطبيبة أحب توجه لهم رسالة إيه؟ والله أنا حقول لأي طبيبة لازم برضو نفس الكلام أن احنا لازم يبقى عندنا ثقة في نفسنا لازم تدور على مجال تقدر تتميز فيه مش معنى أنها أنسة أو أنها عندها الاتزامات الاجتماعية أنها حياتها حتوقف عند الاتزامات الاجتماعية بالعكس إحنا يعني أنا في رأيي أنا شايفة أن السيدة أو الأنثة عندها كم كبير من القدر على تنظيم العقل وتنظيم التفكير ممكن يفتقر إليها الكثير من الرجالة فأنا شايفة أنها لو قدرت تستغل لمواهبها صح وتبتدي تشتغل على نفسها وتعرف نقط الحاجات اللي هي بتحبها فإن شاء الله هتقدر توصل للحاجة اللي هي عايزها بإذن الله طيب خلينا نتكلم بقى بتخصص حضرتك المناظير المتقدمة يعني يكلمين عن المناظير المتقدمة عايزين نعرف علىها أكتر تمام هو التخصص زي ما قلت لك أنا يعني أورام ومناظير متقدمة فإحنا بشكل عام إحنا عندنا في المجال النساء في المناظير لها نوعين دي حاجة اسمها مناظير رحمية وفيه مناظير بطن والمناظير دي بشكل عام برضو بنقسمها لقسم بسيط يعني مناظير بسيطة بندخل مثلاً نشوف حاجة نشخص حاجة نفك التساقات خفيفة يعني دي اسمها مناظير بسيطة وفيه بقى حاجة اسمها مناظير متقدمة دي اللي أنا يعني طورت نفسي فيها من ناحية وخدت فيها دراسات المناظير المتقدمة دي بنعمل بها عمليات صعبة بيبقى فيها حاجات يعني بتحتاج حتى تجهيزات وألات عالية شوية يعني مثلاً احنا ممكن نعمل بالمناظير ديت عمليات زي استقصال أورام بيفية أورام سرطانية منعمل استقصال كامل للرحم عن طريق برضو المناظير فدي بيسموها المناظير المتقدمة طيب ليه فيه داكاترة بتبقى متخصصة بس في المناظير علشان المناظير ديت أساساً يعني بتحتاج مهارة خاصة يعني مثلاً عايزة أقولك المناظير دي حاجة مش تهلة حاجة صعبة شوية محتاجة كم من التدريب بتلاقي نفسك مثلاً لما هتشتغلي بتدخلي من فتحات صغنانة وفروب تعملي عملية كبيرة قوي وانتي دخل من فتحات صغيرة قوي مجال الرؤية بتاعك محدود بتبصي يعني من خلال كاميرا ما بتبصيش مثلاً من يعني ما بتقدرش تبصي مثلاً يمين شوية لأ أنا عبص كده لأ انتي عندك كاميرا بحد دالك مجال الرؤية بتبصي بتلاقي نفسك مثلاً مفروب تتعاملي مع حاجات كتير بقالات رفيعة فده اللي بيخلي المجال صعب شوية فلازم يبقى فيه حد متخصص دارس وعنده مهارة طبعاً وبيقدر يطور نفسه في المجال ده طيب ليه وجه القلب ده كله يعني يعني احنا ممكن نعمل عملية عادي يعني ليه كل ده بص هي يعني احنا دايماً بنبص طبعاً مصلحة المريض رقم واحد فلو المريضة حتى تستفيد من المناظير يبقى احنا لها الأولوية نتعب شوية معلش ونتعلم أكتر يعني المناظير بالنسبة للمريضة بتفيد جداً بتقلل وقت قعدها في المستشفى بتقلل الألم بعد العملية بتقلل مشاكل الجرح الشكل الجمالي طبعاً بيبقى أحسن كتير جداً بتبقى العملية دقيقة أكتر وفي نفس الوقت هي الوجع القلب ده زي ما انتش قلت بيبقى في البداية أولو الواحد بيبتدي يتعلم الموضوع بيبقى صعب لكن لما بقى نتمرس وناخد على موضوع المناظير الأمور ما بتبقاش صعبة بالعكس وقت العملية بيبقى قصير جداً ونخلص باترياء طيب حضرتك قلت في الأول فيه منذر رحم ومنذر بطن إيه الفرق بينهم؟ منذر البطن احنا بندخل من خلال تجويف البطن يعني بدعم الفتحة صغيرة غالباً بتكون في منطقة السر وبندخل مشوف بقى البطن بكل ما فيها بالرحم بالأمعاء بالكبد بالمعدة بكل حاجة منذر الرحم بندخل نشوف تجويف الرحم من جوة من داخل الرحم نفس يعني ده المنذر اللي بيستخدموه أطباء الجراحة في استقصال مثلاً المرارة أو أي حاجة تنين؟ المنذر البطن آه بالزبط كده هو نفس المنذر اللي بيستخدم في استقصال المرارة هو اللي بيستخدم في استقصال الزيدة وبيعملوا بيه عمليات برضو للتكميم والتعديل المسار والحاجات دي كلها هو نفسه منذر البطن طب منظر الرحم عايزين حضرت تتكلمين عنه بقى منظر الرحم مختلف ونستخدمه ليه وازاي بصي منظر الرحم ده حاجة خاصة بينا احنا يعني ده حاجة بقى بتاعتنا احنا كنسة هو المنظر دوت احنا بندخل من خلال فتحة المهبل وبندخل عبر قناة عنق الرحم ونشوف تجويف الرحم من جوا جماله ان احنا مش بنحتاج نعمل اي فتحة جراحية يعني المريضة بتنام وتقوم مافيش زي بيقوله مافيش مشرف بديه حاجة حلوة جدا ما نقدرش نتعامل معها بالوضع العادي وساعات بتبقى حتى الجراحة العادية صعب جدا انها تعمل اللي بيعمله المنظر الرحم اه انا سمعت ان فيه منظر يعني بيبقى ليه دور في علاج تأخر الانجاب والعقم هو فعلا يعني منظر الرحم من اكتر الحاجات اللي احنا بنستخدمه فيها ان احنا نشخص ونعالج اسباب تأخر الانجاب يعني مثلا احيانا بيكون فيه حاجة اسمها اوراملي فيها جوا تجويف الرحم فيه حاجة اسمها لحمية جوا تجويف الرحم وساعات فيه تشوهات في الرحم مثلا زي الحاجز الرحم كل الحاجات دي بتتشخص وبتتعالج في نفس الوقت بالمنظر الرحم طيب مش السنار المفروض ان هو بيوضح كل اجزاء الرحم يعني ليه بقى نستخدم منظر والله يبصي هو المنظر يعني السنار له حاجات بس فيه حاجات ما بيقدرش المنظر السنار يشخصها بشكل دقيق فعشان كده بيبقى المنظر اهم في ان هو انت بتشوفي بعينك مش عن طريق جهاز معين مش عن طريق اشعة وفي نفس الوقت ميزة المنظر ان انت مثلا بتدخلي عايزة تشخصي المريضة دي عندها حاجز ولا لا فلو لقتي مثلا فرضنا في حاجز او لحمية في نفس الوقت بتعالجيها فبيبقى تشخيص وعلاج في نفس الوقت يعني فيه فعلا مناظير بتبقى متخصصة في حالات الانجاب او العكم ان هي بتساعد على الانجاب يعني بالزبط يعني احنا دلوقتي حتى فيه توصيات كتير جدا من دراسات حديثة بتقول يا جماعة اي حالة عندها تأخر في الانجاب لو سمحتوا تعملولها منظر رحمي لان ممكن تكتشفوا حاجات انتو ما كنتوش شايفينها بالالتراساوند او بالسنار العادي وفيه كمان توصيات بتقول اي حالة هتدخل تعمل مثلا حقن مجهري لازم تعمل منظر رحمي علشان نضمن ان مفيش اي عامل ممكن يؤدي الفشل عملية الحقن المجهري قبل ما نعملها السنار السلاسي الابعاد يعني مش بيقوم بنفس وظيفة المنظر لا هو مش بنفس الوظيفة بس في نفس الوقت هو له دور كبير جدا في تشخيص حاجات كتير او السنار مثلا ممكن يشخص لبعض الاورام اللي فيها اللي مش موجودة داخل تجويف الرحم وممكن مثلا يقدر من البداية يديك اشتباه انه والله يخدوا بالكو يا جماعة احنا عندنا حاجز رحمي او انا مشتبه ان في لحمية في تجويف الرحم فيدخل بقى المنظر الرحمي يتأكد من المعلومة دي ويعالجها في نفس الوقت واحيانا مثلا في عندنا حاجة زي اسمها مثلا التهاب المزمن في بطنط الرحم ده احد الاسباب اللي بتعطي الحم وما بيبنش بالصنار فبيبقى هنا المنظر له اليد العليا على الصنار في الحالة دي طيب والسيادات اللي بيبقى عندها ورم بيبقى فيه برضو تأخر في الانجاب بسبب الورم على حسب يعني فيه عندك اورام بتبقى بتأثر على بطنط الرحم وبتدخل جوه تجويف الرحم زي الاورام اللي فيها ففي الحالة دي احنا بنحتاج ان احنا نعمل لها المنظر الرحمي على اساس ان هو بيبقى من افضل الوسائل لازالة الاورام اللي بتبقى موجودة في تجويف الرحم بس هو المنظر بيستعمل في حاجات كتير جدا يعني حتى غير تأخر الانجاب يعني مثلا عندك حالات النزيف اللي احنا مش عارفين له سبب حالات السيدات اللي ممكن يكون عندهم افرازات نهبلية غير معروفة السبب ساعات بنستخدمه مثلا في حالات اللولب اللي مفقود داخل الرحم او معروب مش عارفين نطلعه برضو له استخدامات تانية في البنات يعني احنا ساعات بنستخدمه في البنات الصغيرين ازاي؟ بصي هو دايما الواحد بيتخيل ايه اللي هيستدعي ان احنا نستخدم منظر في بنت البنات الصغيرين احيانا بيلعبوا مثلا ببليا ساعات بسلة بحاجة زغلنة ويدخلوها جوا قناة المهبل واحيانا يحصلوها منها التهبات ومدبقاش عارفين نشخاصها ازاي بندخل بقى بالمنظر والمنظر بيبقى ارفع كتير جدا من القلم ده بيبقى رفيع بحيث ان احنا نقدر ندخل به من غير ما نأثر على العذرية بتاعت البنت او نصيب غشاء البكرة باي حاجة ونقدر ناخد الحاجة الجسم الغريب اللي هي مثلا بنوطة حطته ونقدر نطلعه بسلام من غير ما البنت ديات يحصلها اي حاجة واحيانا برضو بيبقى في عندنا مثلا امراض زي مثلا في حاجة اسمها حاجز مهبل دوت بيمنع نطول الدورة لما البنت توصل لسن البلوك فده برضو لو هو حاجز مرتفع شوية في المهبل ممكن برضو نعالجه بالمنظر فالمنظر اللي هو الحقيقة المنظر الرحمي له يعني فوائد كتير جدا جدا يعني فتح مجالات كتير نقدر نشتغل فيها طب وفيه انواع للمناظير والله يبصي هو احنا فيه عندنا منظر رحمي بنسميه منظر رحمي مكتبي ودوت بيستخدموه احيانا لما بنكون في العيادة الخارجية بمعنى ايه ان هو بيبقى رفيع قوي ومش محتاجين احنا نعمل اي توسيع لعنق الرحم وممكن المريضة لو انا عندي المنظر ده موجود في العيادة انا ممكن اعملك العيادة وهي صحية وبتتفرج معي على الشاشة وشايفة الدنيا فيها ايه لكن فيه مناظير بقى تانية اللي هي بتبقى يعني مش لازم يبقى فيه بنج او لا لا ده بيسموه مكتبي عشان كده كلمة مكتبي ان هو ممكن مثلا نعمل الاجراء دوت في العيادة الخارجية او في المكتب فيه بقى المنظر الرحمي العادي اللي احنا بنحتاج ان احنا نوسع فيه عنق الرحم ده بيبقى العرض بتاعه حوالي مثلا تسعة ملي يعني حاجة تشبه القلم اللي في ايدي ده وفي نفس الوقت ده عشان اقدر اعمل توسيع لعنق الرحم ومسلا اعمل استقصال لورا ميفي او كده بحتاج ان انا ادخل باجهزة تانية مثلا بحتاج ان انا ادخل باجهزة بكي معينة حاجات زي كده فده لازم بقى ان هو يتعمل في قط العمليات وتكون المريضة واخدى البنج يعني الكامل بحيث ان احنا او ساعة بنج نصفي بحيث ان احنا نقدر نجري العملية بشكل كامل هل فيه سيدات كتير متميزات في مجال الاورام النسائية والمناظير؟ بصي هو بالنسبة للمناظير ممكن فيه كتير جدا احنا يعني بدأ يبقى فيه عدد كبير جدا سيدات او غير سيدات حتى يعني من الجيل الجديد ويمكن فيه كورسات وفيه تدريبات دلوقتي كتير جدا بتقوم بيها هيئات كتير قوي سواء جامعية او غير جامعية ياريتو احنا صغيرين كان المجال ده متوفر لكن بالنسبة للأورام الحقيقة مازال الموضوع محدد جدا فيه خوف من دخول المجال بشكل عام يعني بيبقى معروف مثلا طب انا لو دخلت مجال الأورام يا ترى هل حلاقي حد مثلا هل حلاقي مريض او مريضة تصق فيها لكن انا ملاحظة في الفترة الاخرانية ان فعلا البنات بدأوا يدخلوا في المجال دوت سواء في الجراحة العامة او في جراحة الأورام او في جراحة النساء اللي هي جراحة الأورام النسائية ودي حقيقة حاجة يعني مفرحانة جدا انهم بدأوا يبقى عندهم ثقة في نفسهم وانهم فعلا يدوسوا في المجالات الصعبة اللي زي كده هل حضرتك بتقومي بأي تدريب في مجال الأورام او المناظير؟ الحقيقة يعني الحمد لله الحمد لله الواحد بيحاول يشارك في اي مثلا لو في مؤتمرات او ورش عمل بنحاول ان احنا نشارك فيها بنبتدي من السن الصغير يعني بنبتدي مثلا من طبيبات الامتياز بنحاول ان احنا نديهم فكرة عامة جدا عن النساء والتوليد وظروف العمل عندنا بتبقى شكلها ايه وبعدين بعد كده لما بيبتدوا يتخصصوا احيانا بنعمل تدريبات بشكل حكومي زي ما بنقول يعني ممكن مثلا تدريبات في مستشفى الجامعة عندنا مستشفى الشاطبي في اسكندرية وتدريب بيبقى احيانا موجه للنواب اللي هم موجودين معنا في المستشفى والنائبات او تدريب احيانا بنعمل كورسات للناس اللي مقدمة دراسات عليا او بنعمل ورش عمل للناس اللي عايزة تقدم فيها بشكل عام وعلى المجال الخاص انا بحاول بقدر الامكان ان انا لو في طبيبات عندهم استعداد او حب للمجال بتاعنا دوت يجووا ويتدربوا ويشوفوا احنا ازاي بنتعامل مع الحالات وازاي بنشخص انا عايزة اقول حاجة بس في مجال الاورام او في مجال النساء بشكل عام ان الشطارة في الاورام مش ان انا اعمل براحة يعني هي احنا بنقول احنا نبتدي من البداية من الكشف المبكر ازاي انا تجيلي المريضة واقدر القط حاجة معينة هي ممكن ما تكونش واخد بالها منها وبرضو حاجة تانية مهمة جدا جدا في مجال الاورام بالذات الناحية النفسية للمرضى فلما بيبقى عندك مريضة وعندها ورم هي بتبقى شايفة الدنيا سودة جدا جدا بتبقى موهومة جامعة موهومة وشايفة حواليها وبتسمع اخبار بقى وكيماوي واشعاعي وناس بتموتوا فاذا كانش الدكتور عنده القدرة ان هو يديها الدعم النفسي الكافي ما يتعملش معها كآلة او كمريضة او كحالة رقم اسم فقط يبقى انا في رأيي هيبقى دكتور فاشي والحقيقة ان الموضوع دوت بقدر الامكان يعني بحاول اركز عليه مع الناس اللي بتتدرب معايا لان النحية النفسية للمريض مهمة جدا مش مجرد علشان يبقى مبسوط او علشان يجيلي مرة تانية واعمل لنا سمعة كويسة لا دي بتزود المناعة معروف ان كل من المريضة او المريض خصوصا مريض الاورام كانت النحية النفسية عنده كويسة هتلاقي المناعة بتاعته ارتفعت هيبقى متقبل اكتر للعلاج داخل بقوة للعملية الجراحية وفي نفس الوقت حتساعد في ان هو يعني ينجو من المرض بشكل كويس جدا لكن انت لو احبطي وبين تيله ان الدنيا سودة ودي تيله الخبر زي ما بيقوله كده الكلمة على طول وخد بالك نسبة النجاح كذا وانا هعمل كذا وحشيل كذا ومش عارف ايه هو بيبقى خلاص يعني انت بتبقي دمرتيه نفسيا هي الحالة النفسية بتأثر على المناعة مرتبطة بالمناعة مرتبطة جدا بالمناعة مرتبطة جدا بنجاح الاجراء الطب اللي انت هتعمليه فعلشان كده يعني لازم موضوع الدعم النفسي دوت مهم جدا جدا احنا بنتكلم على مريض سرطان او مريض اورام بتكلمي على مريضة واحدة ست اللي هي بطبيعتها عاطفية وبتبقى خايفة وقلقانة فيعني كل دي وبتكلمي على مريضة مصرية يعني احنا كمصريين معروف ان احنا عاطفيين جدا جدا وممكن تسمع حد كمان يخوفها اه وبتتأثر الكلام بالظبط كده فاذا كانتش هتلاقي دعم نفسي منك انت كطبيبة يبقى معنى كده ان انت او الطبيبة وقتها تبقى تعتبر فشلت في مهمتها يعني الشطارة الجراحية الوحدها مش كافية انها تخلي المريض دوت يقدر يقف على رجلتين طيب حضراتك شايفة ايف طبيبات الجيل الجديد يعني وهل عندهم فعلا نفس الحماسة اللي عند حضراتك كده اه فيه لا فيه ناس كتير جدا يعني انا متوسمة فيهم الخير يمكن بس احيانا كتير جدا ما بيبقاش المجال الواضح او الطريق بين قدامهم يعني انا اروح فين اتعلم منين لكن انا يعني عايز اقول لكل طبيبة نفسها فعلا تبقى متميزة في مجالها سواء كان مجال اورام نسائية مناظير حقن مجهاري تأخر انجاب ايا كان ثقف نفسك للمرة التالتة ايه دي نصيحة من الدكتورة اه لازم لازم الثقة بالنفس لان هي وضع طبيعي جدا انها هتلاقي فيه طرق كتير مسدودة ما يعني ما تيقسيش استمري ققعي وقومي يعني زي ما بيقولوا الضربة ما تكسرش بتقوي فهو ده اللي احنا عايزين نقوله لكل البنات وفيه بنات في الجيل الجديد فعلا انا شايفاهم جدا يعني انا متوسمة فيهم الحقيقة انهم حيبقوا شديدات التمييز في المجالات بتاعك ان شاء الله ايه اللي ناقصناه مصر هنا علشان تخصص اورام النساء ياخد وضع الصحيح بصي احنا بالنسبة لاورام النساء مشكلتها انها عمليتها محتاجة زي ما اتفقنا مهارة يعني محتاجة طاقة بشرية قوية واحنا اتفقنا ان اللي بيقبلوا على الاورام النسائية او الاورام بشكل عام عددهم مش كبير فبالتالي احنا محتاجين ندرب عدد اكبر من الاطباء دي ناحية الناحية التانية الاورام في حد ذاتها تكلفتها كبيرة يعني سواء جراحة الاورام محتاجة اجهزة معينة متطورة محتاجة تجهيزات في العمليات محتاجة عناية مركزة محتاجة تحليل اشعة ما قبله اشعة ما بعد علاج كيميائي فانت علشان تعملي المنظومة المتكاملة دي يعني محتاجة فعلا ضغط مادي وتدريب جامد جدا جدا ومجهود ويعني انا من الحاجات اللي انا سعيدة جدا جدا بيها ان انا برضو موجودة ضمن فريق قوي جدا في مستشفى الشطبي الجامعي يعني مستشفى النساء في اسكندرية احنا عندنا وحدة متميزة لجراحة الاورام النسائية الوحدة دي في عمر الزمان ما تعتبرش وحدة قديمة احنا بقلنا يعني اتأسسنا بقلنا مثلا حوالي 15 سنة وكنا بديم بعدد قليل جدا من الاسادزة المحترمين والوقتها نقولت يمكن لسه مدرس مثلا فابتدى الموضوع يكبر شوية شوية ابتديني نعلم الأجيال الصغيرة والمواب وابتدى الحقيقة يبقى عندنا ضغط جامد جدا لان انت مدخيلة اسكندرية جامعة اسكندرية بيرمي عليك كل اللي هو جزء الشمالي يعني اسكندرية محافظة اسكندرية محافظة مطروح كفر الشيخ بتكلمي عن البحيرة طبعا المترمات الأطراف ففي عدد كبير جدا عندنا الحمد لله الحمد لله ان في مجهود بشري يعني يمكن في رمضان في الكورونا كنا احنا من اكتر الاقسام اللي بتشتغل لان مريضة السرطان أو مريضة الأورام مفيش مجال انها تتأجل بأي حال من الأحوال فبيبقى كلنا عندنا استعداد نفسي بصي يعني وصل بين المرحلة احنا ما بنفكرش بقى الماديات عاملة ايه طب حناخد ايه من وراء الشغل طب مش عارف ناخد أجازات ايه لا يعني خلاص بقت حتة ان انت بتفكري في مصلحة المريض دي بقت حاجة سيستيماتك كده من غير ما ناخد بالنا فالإمكانيات المادية الحقيقة بتبقى فعلا نقصة والحقيقة في ناس كتير جدا أهل الخير بيتبرعوا لوحدة الأورام عندنا بنعمل عنايات مركزة بنعمل حاجات اسمها غرف العناية الفائقة بنعمل وحدات صنار بنعمل وحدات مناظير خاصة بالأورام النسائية فدي يعني يمكن هي دي اللي فيها قصور شوية بالنسبة لمصري بشكل عام بنشكر حضرزك جدا يا دكتور مجهود كبير جدا منك ومن أطباء وحدة الأورام النسائية بجامعة الإسكندرية أعزاء المشاهدين كان معانا النهاردة أستاذ دكتور أميرة بدوي أستاذ مساعد النساء والتوليد وعلاج العكم كلية الطب جامعة الإسكندرية واستشاري الأورام النسائية والمناظير المتقدمة بنشكر حضرزك تانية دكتور شكرا عزاء المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة ساعدت جدا بوجودي معاكم ويرب نكون أسعدناكم انتظروني الحلقة القادمة إن شاء الله موضوع جديد انتظروني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة